بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسحور الممسوس خذ نصيحة تنفعك بإذن الله سبحانه وتعالى أقول لك إذا أردت أن تبطل السحر بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لم تستعمل الاستفراغات الخمسة التي جاءت بها السنة المطهرة وهي أصول الاستفراغات تأكد بأنك لا تصل إلى نتيجة لا تصل إلى نتيجة بطلان السحر لأن هذه الاستفراغات هي التي تركز على أنواع السحر ألا وهي الاستفراغ عن طريق العطاس والاستفراغ عن طريق التقيؤ والاستفراغ عن طريق الإسهال والاستفراغ عن طريق استخراج الدم والاستفراغ عن طريق استخراج العرق فأنت تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم بأن هناك خمس أنواع للسحر يفعلها الساحر الماكر إما أن يفعل لك سحر مشموم وهذا يكون بالاستفراغ عن طريق العطاص وإما أن يكون لك سحر مدفون وهذا الاستفراغ فيه يكون عن طريق استخراج الدم وإما أن يكون سحر مأكل ومشروب وهذا الاستفراغ فيه يكون عن طريق التقيق أو عن طريق الإسهال وإما أن يكون سحر مرشوش أو معلق وهذا يكون عن طريق الاستفراغ عن طريق استخراج العرق فإذا لم تتبع هذه الخطوات وهذه العلاجات فإنك تضيع في الوقت مع الرقاط للأسف الشديد سواء كانوا رقاط شرعيين أو رقاط خرافة ودجل إذا لم يقم الراق الشرعي بهذه الخطوات وبهذه المراحل أنت تضيع الوقت فقط بل تزيد الشيطان إذا كان بك وتزيد السحر تحكما وتسلطا أكثر وأكثر فهذه نصيحة لك في علاج السحر فخذها مني تربح وتنجح وتصل إلى نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته